جندي بحري جوي موشد 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 دعارنا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام اهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنتمنى ويلقاكم بصحة وعفية واحوال تامة وفي طبيعة الحل مع اخر الاخبار واخر المستجدد اليوم الاخوان غدي نتكلموا على الجارة الشرقية الجزائر تقدم شكاية دولية ضد المغرب قامعي الاخوان شوفوا التفاصيل لهذا الموضوع دائما كنتمنى منكم انكم تدعمونا باللايكات والبارتاج كذلك الاشتراك وهذا فضلا منكم وليس امرا المتابعي الكرام شكرا جزيلا للدعم دلكم شكرا جزيلا للتعليق دلكم الجميلة اللي كتخلي لنا واحد البصمة راقية على قناتكم المتواضحة على ميسكا ودائما تحت شعار الله الوطن الملك الصحراء المغربية الصحراء هو في مغربية ومغرب في صحرائه ولا عزاء للحاقيدين على بركة الله قد ندخلوا صورة بالموضوع من اللي كانت تكلموا على السيد عمر هلال السيد الدبلوماسية المغربي لدى الأمم المتحدة والعامل البطولي اللي قام به في الأمم المتحدة ومن اللي كانقوله العمل البطولي راها النتائج الاخوان كتبا لنا النتائج ديال هاد الاجتماع راها بينا علاشا الاخوان من اللي تقترح لامم المتحدة مقترح دي الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية وهذا يعني اللي قدمو المغرب كحل نهائي هنا اخوان اخواتي شنو غديديروا دول عربية شنو هوا الموقف دي الدول العربية غديخرجوا العرب الاخوان دول عربية وغدي شنو هجوم على الموقف دي العصابة وما غديش يقولوا احنا مع الحكم الداتي إلا يا الاخوان غدي يقولوا نحن نعترف بالصحراء المغربية وكذلك الاخوان غد يخرج الممثل للسعودية وغد يحضر من المساس بالسيادة المغربية وهنا اخواني اخواتي واش ما كتلاحظوش باللي الجزائر او الجارة الشرقية او القوة الضاربة القوة الاقليمية ما خرجتش عند الاوردون تقولهم علاش اعتردتوا بمغربية الصحراء ما خرجتش عند السعودية تقولهم علاش كتحضرونها بالمساس بالسيادة ديال الوحدة الترابية ديال المملكة المغربية ممشتش كذلك للبحرين ولا بطبيعة الحال ما تقدرش تهضر مع هاد الدول لانها خيفة على القمة العربية اللي بطبيعة الحال هاد الدول ما غديش يحضروا الا ما حضرتش المملكة المغربية وكذلك تلقت واحد صدمة الجزائر يعني من داخل الامر المتحدة كانت كترهن على غينيا كانت كترهن ان غينيا غدي تغير الموقف ديالها في حين غدي يجي الممثل ديال المستشارة وغدي يصرح باللي الصحراء مغربية وهنا يكنت الضربة قوية عليهم شنو غدي ديروا الاخوان شنو غدي دير السافير الجزائري اللي طحف واحد الموقف حرج وبطبيعة الحال خيف من العصابة الجزائرية كيقول مية في المية غادي نمشي وغادي يقوموا بالإقالة ديالي مية في المية انهم ما عجبهمش الحال شنو قعد يقولوا لغا شنو درتينت في الامر المتحدة عمر هلال استطح انه يدير هاد الانجاز كامل عمر هلال استطح انه يجمع هاد الاحترافات كاملة وانت شنو كنت كتدير في الامر المتحدة هنا اخواني اخواتي اكيد هاد يعني نادر العربوي غدي قوموا بالإيقالة دياله شنو غدي دير باش غدي يغطي على هاد الفضيحة وعلى هاد الهزيمة دياله غدي يمشي وغدي يشتكي المغرب او يدير واحد شكاية رسمية عند الامر المتحدة غدي يشكي فيها السيد عمر هلال وهاد شي كي يديها لاش غدي يشتكي من الاهانة تقالك الاهانة السافر الدائم عمر هلال كيهن الجزائر حول التدخلات في موضوع حقوق الانسان علاش يجبد حقوق الانسان يعني علاش السيد عمر هلال يجبد الانتهاكات اللي كيكونوا في الجزائر وهو من سوا الاخوان انهم من هارو مطاره ما كيجبدو في سلطانة او شيطانة خيّع كيجبدو في امينة وحيدر يجب دفل بوليزاريو ويقول للمغريب يمارسل لهم انتهاكات وما كينش حق الإنسان في الصحراء المغريبية هادنا دي العربوي الإخوان شنو دار مشا كي يجري لدى الأمم المتحدة باش يشكي بالسيد عمر هلال أسد ديبلوماسيا المغريبية وطبيعة الحال هو خوفا من الكابرانات أنهم يقيلوه غادي يقول الأمم المتحدة عمر هلال جبد الجبهة وقال بالحقوق الإنسان وآدان الجزائر بسبب ممارسة الانتهاكات دي الحقوق الإنسان في المخيامات هنا أخواني أخواتي في الأمم المتحدة السيد عمر هلال كان يتكلم كلام موزون كلام ديبلوماسي كلام في محله جوش كلمات يلخص الموضوع كامل أما أمني كتعطى الكلمة الممثلة الجزائر اللي هو نادي العربوي يبقى يدور غير على واحد الحلقة مغلقة يبقى غير يخرب وما يقول حتى شي جملة مفيدة هنا أخواني أخواتي هذا هو الحل يبقى عنده هذا نادر العربوي الحل يبقى عنده هو أن يمشي يشكي بالسيد عمر هلال أسد الدبلوماسية يشكي به لربما لربما الأمم المتحدة تخرج بشي بيان تدين فيه لمملكة المغربية أو تدين فيه السيد عمر هلال ويعتبر باللي هاد شي Yeah انتصار على المملكة المغربية ويجعنيenin الكابرانات يقول لهم شتوش نودلت راني خرجت واحد البيان أو راني شكيت بالمملكة المغربية وقاموا باخراج يعني واحد البلاغ يدين المملكة المغربية ولكن رغم هاد المحاولة لدار نادي العرباوي ولكن اكيد اكيد الكابرانات غادي قوموا بالايقالة ديالو يعني هاد شي باين لانهما راه بدو كي يجمعوا لما دارش انتصار في نظامهم يعني لما دارش حاجة ضد المملكة المغربية غادي قوموا بالايقالة ديالو هنا باللاني حس حتى هو بالخطر شاف بلي القضية صافي راه احمط وبغيبين او بغيبين في الصورة راني زعمة خدام ومرانيش غالز وبغيبين للكابرانات العجزة باللي راني كانت تحرك وغادي نبدل السياسة يعني غادي ندير واحد سياسة اخرى مها اسبانيا وقال لهم يعني في واحد التصريح قال لهم لا حل للازمة بين البلدين بين اسبانيا والجزائر في ضل حكومة سانشيز هاناي الاخوان شنو بغايدير هاد المكلاخ هاد كيباك يقولولو بعض الاخوان لمن شافة ديالكابرانات بغيبين يعني من اللي غادي يقول هاد الكلم او هاد الصريح ديال الازمة ما غاديش تنتهي في ضل حكومة ديال سانتشيز الاحزاب غادي يسمحوا هاد الشي وغادي ينضوا يطوروا في وجه سانتشيز وينضوا ضد سانتشيز ويقوموا بإسقاط الحكومة ديال سانتشيز علاش لانا بلا نيجبت لهم الغاز خصوصا يعني راحنا في واحد الازمة عالمية فيما يتعلق للغاز هنا الشعب الاسباني وللاحزاب الاسباني غادي يقولوا بلي سبب ديال ارتفاع سعر ديال الغاز وسبب ان ما عندناش الغاز في الدولة ديالنا هو يعني سانتشيز هنا باش غادي ينضي دير واحد الانقلاب على بيدرو سانتشيز وهاد الشي كامل في خاطر الجزائر هنا هاد المكلخين الاخوان هاد الاغذية هاد باللاني شاهل بلي الجزائر تراجعت في دقائق على المعاهدة ديال مبادلة التجارية والبنكية المعاهدة اللي نطل الجزائر بغا تبين فيها الرجولة ديالها بلي راح وقفنا المعاهدات مع اسبانيا وفي دقائق نضو حملوا المسئولية الوزير المالية وقاموا بالايقالة دياله وقالوا الاسبانيا راهدرنا معك اروح الكاميرا خافية هاد باللاني تجاهل هاد الشي ونضع الدابة اللي فاقوكي قول جاء الاسبانيا بلي الاتق تعليفكم الغاز اوقفنا معاكم الاتفاقية راح السبب هو سانتشيز احنا ما عنداش مشكل معاكم وانما عندنا مشكل معا الحكومة الاسبانيا اللي هي الحكومة ديال بيدرو سانتشيز هاد باللاني الاخوان راه عكس طيار يعني ما فاهمش قاع شن راه واقع موما الاخوان هذا هو الموضوع ديالنا كنتمنى تكون فيه الافادة والاستفادة كنتمنى انكم تدعمونا باللايكات ديالكم بالبرتاج كذلك الاشتراك وهذا فضلا منكم وليس امرا المتتبعين شكرا جزيلا للتعليق ديالكم الجميلة واللي كتخلي لنا واحد البصمة راقية واحد البصمة جميلة على القناة ديالكم المتواضعة عالم اسكاء وشكرا لحسن المتابعة ونهاية اسبوع موفقة والسلام عليكم محمد الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة